اهلا وسهلا متابعي قناة هوم تولز في فيديو جديد اللي كنتم منينا الاعجابي لكم ولقاكم في تمام الصحة والعافية انتم ما كتشاهدوه دائما مع جديد الاذوات المنزلين ذو فيديو لهم بهذا القطاع اللي كتجعلها تشكل هذا اللي نقدر نستعملها عدة استعمالات في المطبخ اللي نقدر نقطع بها البيض كاشير كذلك بعض الفواكه اللي كتكون ها كرتبة كذلك نتعرفوا في هذا المقطع اللي هات شوية هذي اللي كتشتاغل بالفاخر اللي كذلك جد عمليا قدروا يحتاجوها في عيد الاضحق اللي يدخلوا عينو عليكم الصحة والسلامة وباش ما كتمنى المنظر دياله صراحة كيشهي كذلك نشوفوا هاد الأسارة هذي اللي كتجي لها تشكل يعني كتفرز العاصر ببحده والبقايا دي الفواكه ببحدها غير انا كنفضل مثلا شخصيا كنفضل العاصر يكون مختارة بكل مالي كذلك نتعرفوا على هاد الفورشات هذي اللي كتجي على شكل جيكسا غير هي عندها هالطلاسيكا هذي باش نقدروا نتحكموا فيها بكل سهولة ونقدروا استعملوا عدة استعمالات في المطبخ كذلك نتعرفوا على هاد صندوق هذي ديالصابو اللي كتجي معها فورشات هولتنين لمتعددة الاستعمالات كذلك واللي نقدروا يعني نتبتوا فيها الفورشات حسب الحاجة ديالنا اللي احنا في حاجة لها كذلك عدنا هاد الشبكة هذي ولا هاد البونجة بالنسبة الاستحمام وكتجيب هاد العلقة ديالصيبيكم اللي كنقدروا نتبتوها في الحائط بكل سهولة فأدوات وأجهزة حديثة مبتكرة لأغلبها كنحتاجوها في البيت ديالنا لو ربما شفناها محلة تجارية كبرى ومعرفناش كيفاش كتستعمل لطريقة الاستخدام ديالها فذلك نقدموه هاد الريفيو مبسط لي كنشرحو فيه كل أداة أو جهاز على حيثة وطريقة الاستعمال دياله أدوات وأجهزة لكتستهين الحياة اليومية خصوصا بالنسبة للمرأة العاملة لعدها ضيق في الوقت وكذلك ربط البيت لأن هاد الادوات والأجهزة فكتستعمل الحياة اليومية وبالتالي كربح الطاقة والراحة النفسية والجسدية ديالنا ففي هاد المقطع هذا نتعرفو على هاد البلاكة ولا هاد الدولة الخاصة بالمطبخ اللي نقدروا نتبتوه ونستغلوه يعني في تخزين مجموعة من الأغراض ديال المطبخ كذلك هاد الكؤوس لنقدروا نحتاجهم خصوصا في البيكنيك لكي يجو بالغطاء ديالهم وقابل للطي فأغلبية هاد الادوات والأجهزة فكتكون قابلة للطي أو لا صغيرة الحجم وهذا بيت المقصود فذلك كيساعدنا على استغلالة المساحات الصغيرة والضائعة خصوصا بالبيوت ذات المساحات الضيقة كذلك أغلب هاد المنظيمات فهي كتجي جاهزة بالملصقات دياله فهما كنحتاجه تجربة كبيرة قصد التثبيت دياله في المكان المناسب لأنها كتجي جاهزة بالملصقات خاصة كما كتشوفو معايا في كل مقطعية إما كنتبتها في الدولاب أو لا في البلاكارد ديال المطبخ أو لا في الحائط دون حفره كذلك هاد الادوات والأجهزة فهي موجودة بكثرة خصوصا في الأسواق العادية يعني بعض الادوات ولا بعض المنظيمات اللي كتكون صغيرة خاصة خصوصا بالمطبخ أو الحمام فكتكون صغيرة الحجم وثمان دياله ما كتعداش عشرة أو لعشرين درهم في السوق كذلك هاد الادوات والأجهزة موجودة بالأسواق الأسبوعية وكذلك بعض المحلات التجارية كوبرا مثل كارفور مرجان إكيا بريمارك الليدل وغيرها من المحلات التجارية فلا بغينا نتسوقوا بهذه الطريقة معلنا إلا نتبعص المجالة اللي كتكون غالبا شهرية ولا أسبوعية وأكيد غاد يلقوا دك شيء اللي احنا في حاجة له فهذه الطريقة هي الطريقة اللولاء لتسوق هاد الادوات والأجهزة يعني الخاصة بالبيت وبعض منها كنحتاجوا كذلك خارج البيت يعني للعمال أو لا في المكتب ديالنا كذلك انتعرفوا على هاد الملصقات هذي اللي خاصة بترميم ديال البوتاجي والحائط ديال المطبخ خصوصا كتجيب هاد اللون هادا فضي وقابلة يعني بتنظيف بكل سهولة وضيد الحر كذلك انتعرفو ع kto هاد القطعة اللي كجي مع مجموعة ديال السككين حسب الحاجة ذينا اللي قادر تدفعنها في المطبخ كذلك هنا هاد البوطا ديال العاصير اللي كجيب الصنبر دياله نقدر نتبتوها بكل سهولة في الطلاجة عدة الغطاية ديالها ليقدروا نحتاجوها خصوصا انحنا مقبينه على فصل الصيف كذلك هاد القطعة اللي نقدرو نحضر بيها مجموعة ديال العجاءين خصوصا هاد إنبانادياس كذلك نتعرف على هذه الصفاية هذه الخاصة يعني نقدر نستعملها في المطبخ كما كتشوفوا معي نخلطوا بها نستغسل بعض الأوكلات لتحضير بعض الطبخات كذلك عدنا هذه المقلات اللي كتجي فيها ربعات المقيلات صغار قدروا نحضروا فيها كذلك مجموعة من الطبخات لكذلك كتغسل بكل سهولة وجد عملية هنا عدنا هذه القطعة هذه نقدر نستعملها لتقطيع مجموعة دي الفواكه اللي كتكون على هاتشكل هذا أما الطريقة الثانية لحصول على الأدوات والأجهزة فهي عبارة عن صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيليجرام أو للفيسبوك فلنبغي نسوقوا بهالطريقة هذه معلنا إلا ندخلوا بالحساب ديالنا الشخصية على الفيسبوك مثلا نكتبوا أدوات منزلية أو لمنظمة ونكتبوا مباشرة اسم الجهاز اللي احنا في حاجة له فالموقع مباشرة غير ترحلينا مجموعة دي الصفحات الخاصة في بعهد المنتوج واللي موجودة بالبلد ديالنا من طبيعة الحال فنتوصلوا معاهم وغير يصيرنا معلومات الخاصة بالمنتج اللي احنا في حاجة له وكذلك غير شرحينا طريقة الدفع والتوصيل أما التوصيل فكيكون بثمان مناسب لأن هات الصفحات كما سبق وشرحت لكم موجودة بالبلد ديالنا فلذلك التوصيل كيكون بثمان أرخيص جدا خصوصا أن هات الصفحات كتشري بالجملة نتبعوا الفيديو نكملوا هد القطعة هذي ولا هد المول الخاص بتحضير بعض الحلوات كذلك هد المولات اللي غنحتاجون بكثرة في الصيف لتحضير يعني بعض اللي غلاس كما كتشفو معايا وكيجيش كل ديالهم كيوت خصوصا بنسبة الناس لعدهم الأطفال فهم جمع من أدوات والأجهزة اللي الحجم ديالها كيكون صغير لأن الحاجة ديالي كتكون ضرورية في البيت اللي بلا شك هد الأدوات والأجهزة كتساعدين الحياة اليومية وكذلك كنا نختاطر الوقت في يعني قضاء بعض الأغراض في البيت مثل الطبخ والتنظيف كذلك هنا عدنا بعض المولات اللي تحضير بعض المتلاجات في هذا المقطع نتعرفوا لهذه الصابونية لكيجي على شجو طبقات نقدروا نتبتوها كما كتشوفو في الحقيقة بكل سهولة بالملصقات لكيجيش جاهزة مع كل منتج فيها الطبقة قفلش كنحطوا الصابون وتبقى فين كيجي تقدر للمك كذلك قعدنا هالطبيات هذي كيجيش كل ديها لكيوت نقدروا نستعملوها في المطبخ أما الطريقة الثالثة للحصول على الأدوات والأجهزة فهي خاصة بالناس اللي ما عندهم مش الوقت قصد التسوق يعني يبغيش الناس اللي يبغي يدوروا من محل آخر باش يتسوقوا أو للناس اللي يبغي يحصل على أدواته أجهزة اللي حصريها بوقع موصلش للأسواق ديالهم فهي عبارة عن تطبيقات أونلاين تطبيقات يعني ديال بعشرة مثل أليبابل اللي خاص بالجملة يعني بالناس ديال بعشرة كذلك موقع أليكس بريس أمازون أوشين لمؤخرا كذلك بدكي خدمها الأدوات والأجهزة المنزلية فلا بغي نتسوقوا بهذه الطريقة معنا إلا نزلوا التطبيق بالجهاز ديالنا وتوصلوا مع الموقع فغير ترحلنا مباشرة مجموعة ديالأدوات والأجهزة وكذلك كيرسينا معلومات خاصة بكل منتج وكذلك كيرسرحنا طريقة الدفع والتوصيل فهذه كذلك طريقة جدا عملية أما الدفع فكيكون لحظة شراء فما نخافوش من المعلومات ديالنا الشخصية أو البنكية فهي في أمن كذلك منسوش عدنا ميزة ديالأسبوع باش نجربوا المنتج واللحة يعني نرجعوه ولنبغيرو غير نحتاربوا القانون ديال الموقع اللي احنا تسوقنا منه هذ التطبيقات هذي كتكون فيها تخفيضات مهمة ومهمة جدا خصوصا نيات الأسبوع وكذلك عدنا إمكانية أو لميزة للاشتراك السنوي لقدروا نأدي واحد الواجب سنوي وهكذا ما كان نقاش كل مرة تسوقنا نخلصو تمام ديالتوصيل هالطريقة جدا مفيدة فلنبغينا شي حاجة معينا إلا ندخلو مرة مرة الموقع وكذلك مباشرة هالتطبيق يبقى يوميين نرسلين رسائل يومية خاصة بتخفيضات لكينا في كل منتج هذا هو الفيديو ديال اليوم وكي نتمنى يكون لإعجاب ديالكم وإلا كذلك أحباتي بنتنسونيش من لايك لأنه هكذا كيتقترح الفيديو وكيطلع في البحث وكيوصل الناس المهتمين بهذه الأدوات والتكنولوجيا المفيدة لنا جامعة أمنا بالناس لأول مرة غايش يهدوا القناة من خلال هذا الفيديو فمرحبا بيكم شاركوا بالقناة وما تنسوش تفعلوا جرس الكل باش توصلوا بجديد كل الفيديو وهذه القادمة بإذن الله أهلا لأخذتكم اللي قلقوني في فيديو قادم قلت لكم الراحة السلام عليكم